اشتركوا في القناة واسمحوا لي أن نستهل الاجتماع بالقيام بمداخلة افتتاحية بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة للأشقاء الرؤساء السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر في اجتماع يخص بلدا افريقيا عزيزا علينا جميعا هو ليبيا الشقيقة التي ارتبطت بالاتحاد الافريقي ولا تزال تعد مكونا أساسيا في مصار العمل الافريقي المشترك أن اجتماعنا اليوم يأتي تلبية لمسئولياتنا المشتركة تجاه دعم استقرار ومحدة ليبيا الشقيقة وسلامتها الإقليمية وحمايتها من مخاطر الإرهاب وتدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا على مدار الأعوام الماضية أن دول الالتحاد الافريقي هي الأقرب الأقرب بالجوار والتاريخ والمصير إلى ليبيا وهي الطرف المعني أكثر من غيره بالاستقرار هناك وتوحيد مؤسسات الدولة للعمل في هذا البلد وتمكن قوات الجيش والشرطة المدنية من أداء واجبها في الحفاظ على السلم والاستقرار والقضاء التام على أشكال الإرهاب كافة وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بخالص التقدير لأخي فخامة رئيس دين الساسو رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا لمبادرتين الكريمة باقتراح حقد هذا الاجتماع في القاهرة ولأشقاء فخامة رئيس بولك جامي رئيس جمهورية رواندا وفخامة رئيس سيرا مفوزة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أعضاء طريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي ولمعالي السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على صرعة استجابتهم للدعوة لهذه القمة تأكيدا على مسؤولية الاتحاد الإفريقي تجاه ليبيا والتزامه بدعم الحل السياسي وعودة الاستقرار إليها انطلاقا من مبدأ راسخ في الاتحاد الإفريقي منذ تأسيسه وهو العمل على إيجاد حلل إفريقية لمشاكل القارة والرفض القاطع للتدخل الخارجي السادة الحضور لقد تعرض الشعب الليبي الشقيق لعملية السنزاف لمقدراته وموارده على مدار السنوات الماضية وفوضى غير مسبوقة للميليشيات والتنظيمات الإرهابية والتهريب والاتجار بالبشر رسختها حالة ممتدة من الانسداد السياسي وتغليب الأهواء الشخصية والمصالح الديقة على المصلحة الوطنية الليبية والاستقواء بأطراف خارجية دعمت الفوضى والتنظيمات الإرهابية وتورطت في تهريب الإرهابين والسلاح إلى ليبيا وتهريب النفط والأموال إلى خارج الأراضي الليبية وقد آنى لذلك كله أن ينتهي إن من حق جميع أبناء ليبيا أن تطوى صفحة هذه الحقبة المؤلمة وأن يستعيدوا دولتهم ويبدأوا مرحلة إعادة البناء ولن يتأتى ذلك إلا باستئناف الحل السياسي في أسرع وقت ممكن وتمكن مؤسسات الدولة الليبية وحدها دون غيرها من أداء واجباتها وبحيث يتاح لهزين المؤسسات تلبية مصالح واحتياجات الشعب الليبي الشقيق وحماية مقدراته ويتسنى للجيش الوطني والشرطة المدنية القيام بمسؤولياتهما في توفير الأمن والاستقرار والقضاء على مخاطر الإرهاب والتشكيلات الحاملة للسلاح خارج نطاق الشرعية حتى توفر المناخ الدعم لمصار سياسي يفضي الانتخابات تستعيد من خلالها البلاد مقاومات الشرعية إننا اليوم نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة وبغير إبطاء لاستئناف الحل السياسي وندعو المبؤوس للأمم الدكتور غسان سلامة للقيام بواجبه في تأسير العودة للمفاوضات السياسية بشكل شفاف وبما يتصق مع الاتفاق السياسي الليبي من خلال تنشيط قنوات الاتصال مع جميع الأطراف الليبية المعنية دون استثناء ولقوف على مسافة واحدة منها جميعا وإنني أثق من أن اجتماعنا اليوم سيعطي رسالة الأمل المطلوبة للأشقاء في ليبيا وسيقدم دفعة أساسية لجهود احتوال الأزمة الحالية إفريقيا وأمميا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة